شهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه هذا اليوم منافسات بطولة البحرين الدولية للرجل الحديدي التي انطلقت في وقت مبكر من صباح اليوم بمشاركة أكثر من 1200 متسابق ومتسابقة من نجوم وأبطال العالم إلى جانب مشاركة رياضي مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولدى وصول جلالة الملك المفدى إلى حلبة البحرين الدولية الفورميلا واحد كان في الاستقبال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وقد توجى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة الفائزة بالمركز الأول تيرنزو بوزون وهو من فريق البحرين لتحمل 13 والفائزة بالمركز الثاني ستيفن جوستس والفائزة بالمركز الثالث سام أبليتون وهو من فريق البحرين للتحمل 13 كما فاز في فئة النساء في المركز الأول سارا كرولي وفي المركز الثاني إيما بلانت وفي المركز الثالث كارولين ستيفن وهنأ جلالته الفائزين والمتسابقين في هذه البطولة متمنيا للجميع دوام التوفيق والسداد بعد ذلك قدما سمو الشيخ ناصر إلى جلالة الملك المفدى إيجازا عن المراحل التي اجتملت عليها بطولة الرجل الحديدي وهي السباحة الدرجات الهوائية والجري والمشاركين في هذه البطولات الذي يمثلون نخبة من الرياضيين العالميين ذوي سمعة العالمية والمستوى المعروف وكذلك الرياضيون الهوات كما تبادل جلالة الملك المفدى الحادثة مع الرياضيين المشاركين في هذه البطولة الذين أبدوا شكرهم وامتنانهم لمملكة البحرين على تنظيمها هذا التجمع الرياضي وتقديرهم لما قدمته من تسهيلات وإمكانات لإمجاحه وبهذه المناسبة هنأت جلالة الملك المفدى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة على النجاح المميز الذي حققته هذه البطولة العالمية وإظهارها بالصورة المشرفة التي تعكس المكانة الرفيعة لمملكة البحرين وقدرتها على تنظيم مثل هذه الرياضات الكبيرة بنجاح باهر واستقطاب أفضل الرياضيين العالميين مشيدا جلالته بالدور الذي يقوم به سموهما وما يبذلانه من جهود كبيرة في تنويع الرياضات وتشجيع الشباب البحريني على المشاركة فيها ووضع الخطط والبرامج بهدف الارتقاء والنهوض بمختلف الألعاب الرياضية في المملكة كما استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة فريق البحرين للتحمل الثالث عشر الترايثلون الذي يشارك فيه نخبة من أبرز نجوم الرياضة في العالم حيث أشاد جلالة الملك المفدى بجهود سمو الشيخ ناصر وسمو الشيخ خالد في تأسيس هذا الفريق الذين يمثلون البحرين دوليا ومساهمتهم في الترويج للمملكة عبر النتائج والإنجازات التي يحققها الفريق في مختلف المطولات العالمية معربا جلالته حفظه الله عن اعتزازه بهذه النتائج للفريق متمنيا لهم كل التوفيق والسداد والمحافظة على هذه الإنجازات والمكاسب الرياضية من خلال استمرار التدريب والإعداد والاستعداد الجيد لخوض المنافسات القادمة وأكد جلالة الملك المفدى أن هذا الحدث الرياضي حضي بمتابعة وحضور جماهري كبير وعكس المنافسة الشريفة بين رياضي العالم منوها جلالته أن هذه اللقاءات والتجمعات الرياضية هي وسيلة مهمة لزيادة التعارف والصداقة والتعاون وتعزيز الثقافات بين رياضي وشباب مختلف دول العالم بعد ذلك تبع جلالة الملك المفدى حفظه الله جنبا من منافسات هذه البطولة ومشاركة سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة في منافسات هذه البطولة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هذا وانطلقت بطولة البحرين الدولية للرجل الحديدي برعاية كريمة من لدى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وسط مشاركة أكثر من 1200 متسابق من مختلف دول العالم وذلك من فندق الفور سيزنز بالمنامة إلى حلبة البحرين الدولية للسيارات انقسمت البطولة إلى جنبين من التنافس شكل فيها المحترفون الجنب أول بوجود نخبة من الرياضيين العالميين ذوي سمعة العالمية والمستوى المعروف ومن بينهم فريق التحمل الثالث عشر فيما خضى الهوات نفس المسافات وانطلق سباق الترايثلون حيث تنافس المشاركون في مرحلة السباحة لمسافة كيلو وتسعمائة متر ثم سباق الدرجات الهوائية الذي امتد لمسافة تسعين كيلو متر فيما اختتمت البطولة بسباق الجري لمسافة واحد وعشرين كيلو ومئة متر وشهدت البطولة تنافسا كبيرا بين المشاركين طوال المراحل الثلاث حيث نجح المتسابقون في تقديم مستويات طيبة كما شهد السباق حضورا جماهريا لافتا تفعل مع أحدث هذه الفعالية الدولية هذا وقد تعرض سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية إلى إصابة نتيجة تعرض دراجته للإصابة إثر الرياح الشديدة التي شهدتها المملكة مما حال دون تمكن سموه من مواصلة السباق وقد حرص سموه على متابعة السباق وتحفيز المشاركين حتى النهاية سلامات إن شاء الله أحمد الله سلام شو اللي حصلت على عمرك والله لأسف خاني السيكل شوي بقوة الهوى في عادتين تصير ضربات هوى قوية ضرب السيكلي وطار السيكل بالهوى وطحت على الجنب يعني صارت اصابات بسيطة أما أنها تعيقني من المشاركة إن شاء الله نحن الجسم حار ما أعتقدنا في إصابات بليغة بس يمكنت حملت السيكة اللي بيكمل عليه لقيت السيكة المكسور فهذا اللي عاقني ولا أنا يعني أقدر أكمل وبيواصل سباق بس للأسف قدر الله ما شاء أفعل الحمد لله على كل حال طول عمر وإحنا عارفين أنك بتكون الآن مشجأ لجميع المشاركين بإذن الله بإذن الله أنا بروح لحيناك وشجعهم هذا هو باركة سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب ورياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وللحكومة الرشيدة ولسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب ورياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية النجاح الباهر الذي حققه سباق بطولة البحرين الدولية للرجل الحديدي الترايثلون التي أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وذلك تزامنا مع احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية يومي السادس عشر والسبع عشر من ديسمبر والذكرى السابعة عشر لتسلم جلالة عهل البلاد المفدى مقاليد الحكم وأكد سموه أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه هو الداعم الأول للرياضة البحرينية مضيفا سموه أن ما يحظاه قطاع الشباب والرياضة من اهتمام واسع من لدن جلالتها يده الله ساهم بمواصلة البناء والتنمية في هذا القطاع والذي انعكس على استضافة وتنظيم مختلف الفعاليات والبطولات الرياضية وتحقيق البحرين للعديد من الإنجازات بمختلف المشاركات والبطولات الدولية مضيفا سموه أن حضرة وتواجد جلالة الملك المفدى حفظه الله بمنافسات السباق الذي أقيم ساهم في تحقيق هذا السباق أعلى معدلات النجاح والذي احتضن ألفا ومائتي متسابق من مختلف بلدان العالم جاء ذلك خلال مشاركة سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بمنافسات سباق الدرجات والجري بالسباق الرئيسي حيث شاد سموه بما حققه من نجاح باهر عكس الجهود المخلصة التي بذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجلة الأولمبية البحرينية لتنظيم هذا الحدث على أرض المملكة الذي حقق جميع التطلعات والأهداف التي رسمها سموه لتعزيز مكانة البحرين على خارطة الرياضة العالمية ويدعم الشباب الممارس لهذا النوع من الرياضات ويعزز من ثقافة الرياضة لتكون نمط حياة صحيا لجميع فئات المجتمع واطمأن سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة على صحة وسلامة أخيه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بعد أن اضطر سموه لمغادرة السباق بسبب العطل الذي تعرضت له دراجة وأدى ذلك لسقوط سموه وتعرضه للإصابة متمنيا سموه لأخيه منفور الصحة والتوفيق والنجاح في المشاركات القادمة وقد أعرب سموه عن سعادته الكبيرة بهذه المشاركة مشيدا سموه بالمشاركة الفاعلة من جميع المتسابقين الذين ساهموا في دعم نجاح هذه التظاهرة الرياضية الفريدة موجها سموه في الوقت ذاته الشكر والتقدير لجميع أعضاء اللجن المنظمة على ما بذلوه من جهود متميزة ساهمت في إبراز وإنجاح هذا الملتقى الرياضي الدولي مؤكدا سموه في الوقت ذاته أن البحرين تزخر بالسواعد الشبابية التي تمتلك القدرة الكبيرة القادرة على تنظيم مختلف البطولات العالمية التي تحتضنها مملكتنا الغالية